موسيقى مساء الخير من الامتي في برحب فيكن بحلقة سكور للليلي اللي رح بنحكي فيها كرة قدم رح بنحكي فيها عن مشاركات عديدة للبنانية خارج لبنان رح بنحكي فيها عن الامتي فيها اللي كانت موجودة بالبحرين وبيولندا وبتونس الأسبوع الماضي لتقطية أحداث مميزة للرياضة اللبنانية وأحداث كانت عم تصير بمنطقتنا العربية وأيضا كنا موجودين بقطر إنما البداية رح بتكون بترحيب بضيوفي مساء الخير سيد هاشم حيدر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم ونقب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية مساء الخير مرحب فيك مرة جديدة ببرنامجنا نحن اليوم موضوعنا كرة قدم موضوعنا أيضا لجنة التحكيمية اللي أطلقتها الأسبوع الماضي ونحكي هيك شوية مواضيع متفارقة العلاقة بالرياضة اللبنانية مساء الخير صندرين هاي نجيب شو رح منتابع معاك؟ رح نشوف النتائج اللي حقق لبنان بسوتي أيضا ما نحكي عن مشاركة نادي الزهرة ببطولة الأندي العربية مثل ما قررت بالفوليبول وأيضا ما نحكي تانس وارالي مساء الخير جورج هاي نجيب شو رح نشوف نحن بيك أول شي لعن لك حمدل على السلامة كنت بي هولندا بزيارة عم تمثل لبنان الام تيفي عم تمثل لبنان بزيارة للمشاقات الرياضية كلها بي هولندا جمعة الجاية رح منكون بتفاصيل أكتر ولكن خبرناك كيف كانت جولة شاملي على معظم المنشآت خاصة بالمدن الكبرى مثل أمستردام مثل روتردام يوتريخت وغير أكيد ريبورتس رح نتبعون خلال هالأسبوع بنشرات الأخبار وأكيد بيذكر الأسبوع القادم لتقارير شاملي أكتر حول الزيارة كلها وضيفتنا أيضا لويسية بعاد مساء الخير لويسية نحن وياك بدنا نحكي عن رياضة جديدة بلبنان الكروسفت وكيف فينا نستفيد منك أتلات أو كرياضي اليوم بلبنان وفينا نستفيد منك مواطن عادي في لبنان ووين فينا نمرسى لهذه الرياضة إنما البناء فإذن رح بتكون معك سيد عنا مواضيع عديدة بدنا نتبع نحن وياك لكن بداية من المؤتمر الصحفي اللي عقدتم تقريبا من حوالي عشر تيام تكلمت فيه عن لجنة تحكيم وهذا أمر جيد ضروري ومتقدم في الرياضة اللبنانية شو اللي دعاك تتقوم بهذه الخطوة وشفنا الأسامس معروفة جدا على الصعيدين المحلي والعالم الموجودة في لجنة التحكيم بالواقع أنه عالميا صار موضوع التحكيم الرياضي يعني الزامي معاد خيار للاتحادات ولا لأي هيئة رياضية للأسف نحن بلبنان مثل ما الدول نامية ما منطبق الشيء إلا إذا فرد علينا فرد يعني منشوف بأوروبا أي أنون جديد بيطلع بالفيفا يطبق فورا نحن بالدول هون نعاني من صراع مع الهيئات الرياضية الكبرى دائما بعدم تجديد أوانيننا يعني مثلا المرسوم الشهير بلبنان الرياضي ما عم يتغير إلا من بعض مماحكات كبيرة وتدخلات سياسية صارنا كذا سنة منغير وما منغير وهذا منقبله حتى نحن بالاتحاد الفوتبول ما غيرنا النظام إلا بعد خمس سنوات حتى انتخابات كنت أجلتوا سنة سنوات من الصراع أو من المواجهة مع الفيفا إذا صح التعبير فهذا التحكيم الرياضي اللي هو القضاء يعني قضاء الرياضي حتى ما يفصل التحكيم بمعنى التحكيم خلال المبارية لا الفصل في النزاعات إذا بدك الفصل في النزاعات الفصل بالنزاعات الرياضية صار إجباري يكون فيه هيئة مستئلة تقوم بهذا العمل نحن جينا طبقنا هذا الموضوع عم تسألني شو الداعي كان أول شيء الداعي القوانين الخارجية بتفرض هذا الشيء قوانيننا الداخلية بتفرض هذا الشيء وآخر شيء حماية لاستقلالية العمل الرياضي لازم نقوم فيها فلذلك قمنا بهذه الخطوة اللي لازم أصلا كل الاتحادات تقوم فيها مش بس اتحاد كرة هذه اللجنة تحكيم يعني خلينا ما نسميها اللجنة هي يعني سمناها مركز تحكيم رياضي مركز تحكيم رياضي مرتبط شيء بالاتحاد مرتبط برئيس الاتحاد أم لا هيئة خاصة يعني الانتطيطة طبعا لحالة هي هيئة مستقلة تماما في رابط بس في مجلس إدارة لهذا المركز إدارة المركز إدارة مجرد إدارة ما إلا علاقة بالتحكيم فيها رئيس الاتحاد هو رئيس مجلس إدارة هذا المركز وفيها بعض الناس الكفوئين ريناهم بالروبورتاج ولكن العمل التحكيمي هو عند أمين عام المركز والمحكمين مين رح بيكونوا؟ هو سيد جيرار حبيبيان هو تعين أمين عام المركز التحكيم سيد جيرار معروف عنه هو عضو أو محكم بالكاس وهو كل مجال عمله هو في التحكيم الرياضي في محكمين هن اللي بيفصلوا بالقضايا يعني مجلس الإدارة ما له أي دور بهذا الموضوع بس في حال توسع هذا المركز وصار لغير اتحادات يعني غير اتحادات تستفيد منه ساعتها رح نغير بالنظام أنه ما يعود رئيس الاتحاد كرة القدم ضروري يكون هو رئيس هذا المجلس الإدارة نهائيا آه يعني هذا العمل ممكن يشمل بقية الاتحادات هو هذا المركز نظام عمل بشكل أول شيء يستفيد منه اتحاد كرة القدم ويستفيد منه كل اتحاد يرغب بهذا الشيء في شيء حدا هيك إجرار معروف فيه ثلاث اتحادات لحد هلأ طلبوا مننا أن يعملوا عقد من هذا المركز يمكن ما بسمحنا نفسي قولهم قبل ما هني يعنوا يعنوا لأنه شغلة حلوة يعني خطوة متقدمة إخدين قرار بالمجلس باللجنة إدارية تحداته أو لا لذلك ما بدي سبق ولكن فيه ثلاث اتحادات تتصلوا فيه يعني أبدوا رغبتهم يعني فهي غيروا بنظامهم بما يتوافق مع هذا الأمر وهذا الشيء لازم يصير مع كل الاتحادات وأنا برأيي لازم اللجنة الأولمبية اللبنانية هي تتبنى هذا المركز ويصير هو يعني خلينا نسميه بطريقة ما خاضع لإشرافة ليكون مركز مستئل لكل لبنان وهذا يمكن مفروض يصير لأنه صار لنا أكثر من عشر سنين منحكي هذا طبيعي السراع بلش من 12 سنين يمكن منحكي بدنا هيئة تحكيم مستقلة هلأ منحكي أكثر بالتفاصيل في هذا الموضوع ولكن بطبع نحن وأنت بدنا نعرف اللبنانية شو عملوا بأهم حدث رياضي كان عم بصير على مستوى العالم الأسبوع الماضي الألعاب الأولمبية الشتوية اللي كانت انطلقت بسبعة شباط وانتهت الأحد الماضي صندرين فأذن عنا اسمين صح جاكي شامعون وآلكس محباط أليكس نجيب شارك بسبعين التعرج الأصير والتعرج الطويل أو سلالوم والجاين سلالوم أما جاكي فشارك بسبع واحد هو سبع سلالوم اللبنانية اتناينات نقدر أن يحققوا نتيج جيدة بها البطولة بالأخص بسبع سلالوم يلي باعتراف الكل كان صعب كتير وكانت البنت أسي جدا هالسنة لدرجة أنه عند السيدات ارتكابهم الأخطاء خلال نزلتهم أما اللبنانية فخيرا نشوف أي ترتيب حصلوا عليه بيها السبعين بالصور إذن نبدأ مع المتزلج اللبنانية جاكي شامعون يلي شاركت نهار الجمعة بسبع التعرج الأصير أو سلالوم وانطلقت من المركز 87 ما قبل الأخير قدمت مستوى جيد وأنهيت جولتها الأولى بالمركز 58 قبل ما تحسن موقعها ب11 مركز بالجولة الثانية وتحتل المركز 47 من أصل 87 مشتركة كنتيجة نهائية أما أليكس محباط فشارك إذن بالتعرج الأصير أيضا وحقق المركز 42 من أصل 117 مشارك أما بتجاينت سلالوم فحقق المركز 69 من أصل 109 مشاركين نتيجته بالنهار الجمعة والصابت كنت نتيجة ممتازة مركز 42 ميحا أليكس عطول ما نشوفه معنا بالبرنامج ناطرينهم لاجاكي وأليكس يكونوا بلبنان قريبا بالطبع سيد نتيجة ميحا لقلنا يعني نشوف لبنانية رغم كل المقاس ورغم أنه سنة معنا تلج يعني عم بيكون عنا مشاركة يعني مجرد المشاركة ويكونوا بين المميزين هذا عمل إيجابي مش مطلوب دائما أنه بس نشارك دايز منطلع من الأوائل يعني في فكرة دائما غلط عند الناس فمجرد هاي المشاركة والتجربة والتعالي هل نطعب يعني الأوائل مش مشكلة بس بدا يكون في تحضير لقلنا مش أنه قبل شهرين ما بدأ بدأ دائما في نظرة أنه بس تشارك لازم تكون من الأوائل وقلنا بتكون أنت فاشل صح هذا مش صحيح هذا الحكي مجرد المشاركة هي الأهم وهك حدث دولي بهك حدث دولي تكون المقبولين يعني في ناس كانوا طلعوا من أول لحظة ومن أهم الدول من أهم الدول فأكيد شغل كتير ميح هلأ رح نتابع معك جورج المفاجأ الكبير إلى بوتن وهي أنه روسيا بالمركز الأول ما حدا كيمت صح فاجأت الجميع روسيا تخطط دول كبيرة كانت مرشحة مثل كندا مثل أمريكا مثل ألمانيا والناروج وعادت تحرزي صدارة الميداليات رح نشوف الحفل الختامة لسوتي 2014 رحل الحفل الضخم يلي كان مثل الحفل الافتتاح ألعاب نارية ضخمة جدا أكيد كانت أعطت إشارة انطلاق حفل ختام دورة ألعاب سوتي الأولمبي شتوية 2014 من ملعب الخاص وأكيد لوحات رائعة برهنت خلال روسيا عن تنظيم رائع وتكلفة كبيرة بلغت ملايين الدولارات ولوحات رسمت التاريخ الروسي الفولكلور والموسيقى الروسية أيضا وهنا عم تشوف وصول الرئيس الروسي بلاديمير بوتين وترحيب كتير كبير فيه اللي راهن هو شخصيا على نجاح الألعاب ونجاح برهانه بعد ما كانت ألعاب ناشحة جدا بكل المئيس هنا عم تشوف دخول البعثات مجديد بوداع لأكيد الألعاب اللي صارت بروسيا وأكيد الأنجاز الروسي بالمركز الأول روسيا كانت مركز 11 بالألعاب السابقة تخيلوا بأربع سنين شو عملت لو وصلت للمركز الأول بألعاب سوتي إنجازات وتحضيرات كتير كبيرة قامت فيها هون تسليم العلم لبيونج شانج اللي رح تصددي فيه ألعاب الشتوية 2018 عمدة المدينة كان عم يستلم العلم الأولمبي رسميا وبتنتقل أكيد المسؤولية لهنيك هون رئيس لجنة المنظمة الروسية له الحدث كان عم يشرح عن مدى نجاح هل الألعاب وشكر جميع المشاركين وأطفاء الشعلي والأولمبي وأكيد بالختام ألعاب نارية مثل ما شفناها ببداية الحفل إذن مبروك لروسيا المركز الأول خيبة أمل الأمريكان مطلعوا على البوديوم بعتقد النروش والألمانيا كمان اللي كانت متصدرة بأول ألمانيا كمان كانت متصدرة بأولية يمكن النروش وكندا هن الأفضل فيها الإطار ألمانيا نتيجة تنوعا ما خمسة بأخر أربع خمسة تيام تراجعت من المركز الأول للمركز الخامس أو السادس بس ما كانت تيام مانا هي الأساس في هذه الألعاب الألعاب إلى الأسماء أبرز في هذا الإطار مثل ما كنت عم بتقول جورج ببداية هذا التقرير قبل ما ننتقل فاتتني كلمة أن الروس من أربع سنين كانوا المركز الـ 11 لحتلوا مركز الأول تاب اليوم سيد أين الدولة اللبنانية من دعم الرياضة يعني هلا بعد شوية رح نفتح ملف الصراع الرياضي في لبنان وأنت داخل فيه يعني بس بدنا نحكي وين الدولة اليوم لا لا أحنا بنفوت بس لأ خلينا نحكي عن الدولة كيف من ليه ما بتساعدكم كاتحادات للأسف يعني يمكن يكون يعني مبرر للدولة عدم مساعدتها يمكن يكون مبرر عدم مساعدتها للرياضة يمكن لأنه ظروف الدولة مثل ما شايفين على كل الصعود يعني السياسية والاقتصادية والمالية تحديدا بس الواقع هو أنه ما فيه أي مساعدة جدية للرياضة في لبنان بالنسبة لكرة القدم ما فيه أي مساعدة نهائية مع أنه عملتوا النتائج وشكنا اليوم عنا أبرز الأسماء صنع أعلى كونتراه بالعالم العربي وللبناني عم بلعب بالإمارات عم بلعبوا بأولمانيا بالصين يعني عالنا مواهب نحن ما فيه أي مساعدة من الدولة اللبنانية لاتحاد كرة القدم نهائيا وحتى المساعدات للاتحادات الأخرى هي مساعدات رمزية برأيي والميزانية يعني 10 مليار بعتقد منها الميزانية فما بتقدم ولا بتأخر لذلك يعني صعب نحكي عن دور للدولة اللبنانية في إنجاح يعني صدنا أستاذ ميشيل أبي رمي بحلقة من الحلقات إجعرت فكرة أنه 10 مليون دولار بينجابوا بسهولة تامة من التبغ ومن أمور أخرى عجبتهم الفكرة للدولة اللبنانية ولكن أخذوها لسلسلة ترتب ورواتب يعني استصنوا الرياضة منها وهذه فكرة كانت تطلعة من الرياضة اللبنية للأسف بس كيف عم تقدروا تكفوا أنتو؟ نحن بمساعدات أول شيء عندنا مساعدات من الفيفا مساعدات من الاتحاد الأسوي عندنا نقل تلفزيوني عندنا بعض الأحداث بتجيب لكم مصاري بتجيب لنا شوية مصاري وعايشين مثل ما بقولوا قد حالنا بهذا الموضوع بالقلة مش بالقلة كتير يعني ما سمعش لا لا بالقلة فينا نقول بالقلة بحولندا نجيب الاتحادات بتتثبت حالها أنه هي ناشحة وتصل للتوب ايت يعني أفضل 8 اتحادات بحولندا بتاخد مساعدات من الدولة والصراع كبير بين الألعاب أفضل تمام الاتحادات قدرت أنه تعمل نتائج أكيدة ما هي بصورة تبارة من بعض لتعمل نتائج تبير اسم هولندا وخطى نتائج داخلية تبرهن أنه اللعبة صار عندها شعبية ساعتها بتاخد مساعدات من الدولة نحن أسم الله علينا يعني ما فيه خبرك إذا عم نحقق نتائج بس وتقطي أعلامية بس بالمشاكل مش بالنتائج وخاصة باتحادات محبوبة كتير لوسي خلني نحكي كلمة قبل أن ننتقل للملفات الأخرى عن كروسفت على شو بتعتمد هذه الرياضة الجديدة كروسفت هو مجموعة بين الحمل الأوزان رفع الأوزان جيمناستيك والكارديو هو معمول بطريقة يشتغل على جسم بوقت أسير عم نشوف الصور يعني اليوم بتطلب مجهود بدني كتير كبير هو للإليت إذا بدك بس بنفس الوقت مثل ما هو للناس المحترفين فيه يكون للناس المقدمين شو بتنفع للمحترف هذه العملية هو ما نمتخصص بشي معين بل هو بيخليك تكون محترف بأي نوع سبورتين بتمشي سبور يعني بتمشي الجسم بشكل ممتاز مزبوط هو بيخليك بيحضرك لتكون محترف اللي كان لعب بسكتبول كان لعب مارشل آرت كان لعب أي نوع تنس بور محترف الكراس شب بيخليك تكون فت بيخليك تكون حاضر لتكون تقدر تعمل أي نوع سبور بطريقة محترفة هي بتزيد القوة عند الشخص أكثر من أنه بزيد القوة بيخليه تحمل بيصير عنده اندورنس اندورنس كمان والمسلس طبعه بيصيروا ديفلوبت أحسن والأكيد للناس العادية فيهم يضعفوا لأنه بيحلق سعارات حرارية كتير والناس اللي ما عنده وقت تتعمل سبور طاعت ساعتين وثلاثة ترفع أوزان يعني مثل سكواش والتاني مثل هايديك مزبوط هون فيكم تشوفوا شوي قديش سبور آسي لزاكنة يعني أنا حاسوا شوي بيجمع إذا بدك قريب من خلطة الامام اي يعني مين ما كان بيجي بيخلط بالامام اي هون جمعين كل شي في سبورات حطينو مع بعض هو يعني متناسق مع الجسم يعني مثل هون سكوات تقعد وتقوم مئة مرة بنهار كل شي بالحياة التي تستعملها بتلاقيها بتلاقيها بهذا السبور بس طعب واحد إذا هو منه فات يقدر يعمل هيك شي على بعض فيه ويكون حتى الناس هلأ بتشوفوا بأمريكا فيه اقبال كتير كبيرة على هذا النوع السبور للناس عمرهم 60 سنة فيه ويكون يعني يعني مخفض نفس البروغرام بيكون بس مخفض للناس المبتدئة هلأ بالقسمة التانية بنحكي أكتر حول هذا الموضوع سيد قبل ما نختم مع الفوليبول ومع الرياضة الميكانيكية اليوم برأيك أنت بطولة لبنان كيف فيك تصنفها بكرة القدم راضي عمنا وسط الفرق جيدة قدريني ننفس محليا وعربيا أول شيء البطولة السنة حامية جدا مثل ما بيقولوا من فوق ومن تحد من فوق عمنا أربع فرق عم بتنافس فرق نقطة بأي يعني بأي ماتش بيغير كل المعادلة فإذا عم تلاحظوا ترتيب الصدارة عم يقلوا من مرحلة إلى مرحلة من أسبوع لأسبوع عم بتغير من المتصدر وحتى من تحت كمان فيه منافسة قوية فلذلك البطولة بشكل عام جيدة ومستوى للمحترفين فيها والأبطال هلأ بدون شكل يعني كرة القدم في لبنان آخر فترة نقلت نقل نوعية يعني بوصولها بالتصفيات كأس العالم للمرحلة الأخيرة للمرحلة الأخيرة الأسيوية كانت نقل كبيرة حتى هلأ المنافسة على الوصول إلى كأس آسيا لأول مرة بتاريخ لبنان إذا وصلنا منكون وصلنا بجهدنا يعني هيدا كله لعب دور أنه عطى يعني أو صلت الأضواء على كرة القدم اللبنانية فمن هون إجا صار اختيار يعني بعض اللاعبين صاروا عم بلعب برها صار فيه اهتيام يعني صلت الضواء على كرة القدم اللبنانية وحتى شجعت بعض الناس اللاعبين أنه عنده أمل صار اللاعب إذا برز بلبنان يحترف برها ويطلع مصاري ويطلع مصاري يعني هذا الأساس يعني هذا كله شجع وأكيدنا رتفع كتير مستوى كرة القدم بهالفترة كان أربع سنين الموجود صندرين رح منتابع أيضا سيد موضوع آخر كنا شفنا لبنانية بسوتشي هلأ رح منشوف لبنانية بتونس ببطولة الأندية العربية كان مرسلنا وصديقنا الكاميرامان جورج ضو عم يشتغل شفت إذا بدك شغلتان بذات الوقت وليل مع نهار طي غطيتنا هالأحداث الكبرى رح منشوف أيضا الأسبوع المقبل شو صار مع نادي الزهرة يعني لعب مطرح الأنوار بهالبطولة نادي الزهرة المين هو وصيف بطل لبنان أكيد كان عنده أمل بهالبطولة أنه يوصل لأحد المراكز الثلاثة الأولى وصل لدور نصف النهائي ولكن مع الأسف اكتفى بالمركز الرابع مثل ما قلت أكيد الامتي في كانت موجودة هناك لتغطية وقائع هالبطولة خالنا نستعرضها سريعا سوا إذا نحتل نادي الزهرة وصيف بطل لبنان المركز الرابع بعد ما تعرض لخسارة أمام نادي الاتحاد الليبي 3-0 بمباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع أما أمام جمهور كتير كبير وقيمة المباراة النهائية بين نادي التراج التونسي ودار كليب البحريني وانتهت بفوز النادي التونسي بنتيجة 3-0 ليحقق لأبو العرب التاني بتاريخ النادي أكيد فرحة كبيرة هون عم نشوف الفنسوالي الجنسية كأفضل مرسل بالبطولة كان هناك زيارة من دولة رئيس نجيب مئات لفريق الزهرة بمطار تونس هنأ خلالها الفريق بإنجاز والعربي هون أكيد عم نشوف وصول الفريق اللبناني إلى مطار بيروت وكان باستقبل البعث رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية ورئيس اتحاد كرة طائرة جون همام بالإضافة لنائبي رئيس الاتعاء أسعد نخل وجورج نصور وطبعا رئيس نادي الزهرة الدكتور عبدالقادر عالم الدين وأعضاء مجلس الإدارة إذن بدأ نقول له كمان نتيجة جيدة لنادي الزهرة المركز الرعب في هذه البطولة بطولة الأندية عنده استحقاق آخر بشهر نيسان بطولة الأندية الأسيوية أيضا رح بتصير بالفلبين هالمرة ورح بشارك مكان نادي الأنوار سيد هتتشوف فيكي كمان مرة جديدة قبل ما نتقف مع بريك اليوم بكرة القدم هل قدرين انتصارات شفنا بفترة من فترات لعبنا مباراة نهائية مع النجمة بكأس الاتحاد منشي ست سبع سنية بعتقد وأيضا مع بعض الفرق الأخرى اليوم هل قدرين النافس لوجود الفرق الخليجي والأسيوية الكبرى أكيد قدرين النافس ونحنا اليوم عنا فريقين عم بيشاركوا النجمة وصفة بمشاركات أسيوية اليوم تحديدا كان عندهم أول مباراة وإن شاء الله عنا أمل أنه يعني يعملوا نتائج إن شاء الله إيجابية نصل نصف نهائية يعني ممكن أكتر من هيك ممكن إن شاء الله أكتر من هيك إن شاء الله بيدعمكم إن شاء الله هلأ رح نتوقف مع بريك من بعد ورح منتابع أيضا مشاركات لبنانية ورح منشوف الام تي في كانت بالبحرين وبقطر أيضا لمتابعة أحداث رياضية كانت عم تصير بمنطقة الخليج بريك ومن الرجاء سوا رجعنا معكم بالقسم الثاني من سكورلة الليلة بدأ أرجع رحب بسيد هاشم حيدا رئيس الاتحاد اللبناني لكورلة القدم ونائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية وبلوسيا أبيعاد رح منحكي نحن وياك عن هذه الرياضة الجديدة لكروسفت صندريم رح منحكي نحن وياك كطر ورالي كطر الداخل بيرزلين متبطولة الشرق الأوسط لراليات وجورج قدر رح منتابع معك بوندس ليجا ورح نحكي شوي أنا عن الفورميلا وان رح نحكي عن أسائق لبناني تاني حنم ولكن بدأ أرجع لك سيد هاشم فإذا بطولة لبنان جيدة هل بدأ نحكي شوي تاكي زكزكات إذا فينا نقول بداية مع الانتخابات الأخيرة لكلة القدم التي يقال أنه الطرف المسيحي وتحديدا الأشرفي اللي عندها الراسينج والحكمة ما كانوا مثالين بطريقة جيدة مع أنه مثلا أصدقائنا بنادي السلام كانوا حاضرين ونحن نعرف العلاقة الممتازة اللي بتجمعكم فيهم شو ردك على هالكلام يعني بداية يعني شفناه نولا بالحملات الأعلامية اللي طلعت وقتا أولا كان فيه توجه أو اتفاء بين المرشحين أو اللي كانوا موجودين بالاتحاد أنه ترجعي زيتا على الأعضاء الموجودين فلذلك ما كان فيه اختيار أنه نختار من هذا النادي أو نستبعد هذا النادي فأبقائنا على الموجودين ولكن إذا مننظر للموجودين من هني في عنا الأستاذ جورج شهين هو ممثل نادي الحكمي ونادي راسينغ لا لا أنا أقول لك الكلام يعني هو ممثل يعني أكثر واحد من يمثل هالناديين إذا صح التعبير ولكن بالنتيجة هذا الاتحاد هو لكل الأندية ولكل من يعمل بكرة القدم ما بقى بجوز نجزق أنه هذا النادي ممثل وهذا الجهة ممثل وهذا لا في مجموعة عم تشتغل لكرة القدم لازم تحاسب إذا عم تشتغل صح وللكل أو لا وهذا هو المقياس الحقيقي مش المقياس الأفراد المنطقين المنطقين الموضوع آخر زيارتك لجبال هل تندرج بهالإطار أن يكون في نادي كرة قدم أيضا في منطقة جبال أنا بكل يعني عندنا سياسي تعميم تعميم كرة القدم على كل المناطق اللبنانية وللأسف في بعض المناطق ما فيها ولا نادي كرة قدم ومناطق شاسعة من لبنان يعني إذا مناخد مثلا منطقة جبال وحوالها كل هذه المنطقة ما فيها ولا نادي كرة قدم منطقة عكار مناطق كثيرة حتى من عدد كل المناطق اللي بنعرفها أنا بشجع كثير قيام أندي لكرة القدم لتوسعة اللعبة وانتشارها بكل لبنان فكانت هذه المنشأة الحقيقة اللي رح تفتتح قريبا فيها فكرة إنشاء نادي لكرة القدم وإنشاء يلاحكينا عنها الأسبوع الماضي مدينة رئيس لايماني ملاعب لألة فأكيد بشجع وبهالإطار ما عندي مانع أن نكون من أول داعمين بالإطار اللي بنقدر ندعم فيه لا هيك منشأة ولا أمسا يعني ما كان فيه أي خلفية خلفية تحالفات رياضية معينة أم لا هذه هي شغل كرة قدم لا لا أنا أعمل لك شو عم بيصير بالرياضة أبدا إذا حدا فسلها بغير إطار بيكون هو عم بيتخيل تخيلات كبيرة يعني وإلا لا نحن عم نقوم بشغلنا لإلو علاقة باتحاد كرة القدم مش أكتر من هيك فقط لغير أبدا ما في شيء طب هلنا نجح نسألك عن مواضيع تانية من بعد نتوقف شوي مع أول شي صديقنا تاني حنة اللي كان عم يشارك بأول مرحلة كانت عم تصير السنة ببطولة الفراري بآسيا وبالباسيفيك بالطبع بطولة ممتازة تاني حنة كان عم يشارك بالسنوات الأخيرة وأيضا السنة كان عم يشارك سنة الماضية يقدر أنه مركز أول بالفينالة مونديالة على هم تيفيك كانت موجودة إلى جنبه بها السيباء بسيبانك بماليزيا السيباء الأول كان عم يصير نهار سبت ثاني احتل المركز السادس بهذه المنافسات بالسيباء الثاني كان عم يصير نهار الأحد للأسف كان عنده نفس المشكلة اللي كانت عم بتواجهه السنة الماضية الصينة بيضربه من وراء السيارة رقم 157 بيتعرض لحادث بسرعة 250 كم الحمد لله السلام على كل حال الأصبوع المقبل رح مكون مع تقرير مفصل حول هذا الموضوع مع صور حول الحادث وكل هذه الأمور ولكن بنهاية تاني قدر أنه نتيجة نوعا ما مقبولة بالسيباء الأول جزووي تم توقيفه سيباءين رح بيشارك على سيارة تانية السائقة لبنانية ولكن هون بدأت له من جميع اللي عم شاهدونا بها الوقت بسيدني أنه يكونوا إلى جانب تاني رح بيكون بـ 12 الشهر المقبل بالسيباء بـ 12 أدار رح بيشارك بسيباء بسيدني نطلب فأزا من كل لبناني يكونوا إلى جانب وأجالي كبيرة بسيدني تكون إلى جانب أسائق لبناني أيضا في عنا يوسف بسير كان عم بيشارك بسيباء دراكسر الأسبوع الماضي وقبله رح منشوف صور الأسبوع المقبل إذا أراد عن هذه المشاركة هلأ رح نشوف أيضا صور بسيطة لتاني قبل ما ننتهل أيضا لموضوع الفورميلوان إذن تاني حنا كان عم بسبب الفراري وكانت الام تي في موجودة كنت أنا موجود من قسم أرياضة ونديم مانا صديقنا منتج وبيقدم برنامج موتورشو وأحد أبرز أسماء عالم السيارات في العالم العربي كان موجود من إبل الام تي في ونديم أيضا كأبرز شركة إنتاج عالم السيارات في العالم العربي موجودين مع مبسي أكشن تنكون بمرحلة التجارب الثانية الرسمية لبطولة العالم بالفورميلوان بدعوة من شركة راد بول الشرق الأوسط رح نشوف بداية صور لهذه التجارب اللي كانت عم تصير لأول مرة على حلبة الصخير البحرانية بطبع صخير اللي رح تصديف بطولة العالم هالسنة بسبب ليلي مميز جدا كانت لأول مرة عم تصديف المرحلة الثانية الأسبوع الماضي والمرحلة الثالثة هالأسبوع راد بول مثل ما كنا عم نتابع بالمراحل الأولى اللي كانت عم بتصير بأوروبا ما عم تعمل نتائج جيدة في عنا أوفرهيتنج بالسيارة ما عم بتكون جاهزة مية بالمية للمنافسة كاننا عم نشوف السائقين الأول والتاني ريكاردو يلي دخل جديد وسباسيان فتال اتناي ناتون عم بقوبهم بتجارب فتال هالمرة عمل تجارب أكتر بكتير من المرحلة ولو مثل ما كانوا عم بقلولنا ببادك راد بول أنه سيارة رح بتكون جاهزة بالطبع التيونيك بعد ما صار جاهز مية بالمية ولكن راد بول فريق راد بول وافق من النتيجة يلي رح بحققها بالوقت يلي كنا عم نشوف مرسدس عم بتحقق أفضل النتائج إن كان بموتارها الخاص وإن كانت أيضا مع الفرق الأخرى مع فورس أنديا مثلا مع هولكنبرغ يلي كنا عم بحقق نتائج جيدة مكلرا أيضا عم بحققه نتائج يعني موتار مرسدس الأفضل راد بول على نظار كلها كانت مركز عليها هون عم نشوف نيكي لودا يلي بعتقد رح بيلعب دور مهم هذا الموسم بمطوط عالم للفورمولا 1 هالأسبوع فأزا أيضا رح بنكون مع التجارب الرسمية راد بول هالأسبوع عندهم الاريشو بأبوضبي رح بيكون شغل كتير ميحا وان بدنا نرجح تحية لمسو خازن لباسيل لمسو باسيل وأيضا لشحود ألبيرتو شحود يلي كانوا عم بيدعمونا وعم بيكونوا إلى جانب المتفي والمتفي في هذه التغطية لهذه البطولة رح برجع لأيلك فأزا سيد عم نشوف الحركة ناشطة ولكن بيضال بدك عامل الإنسان يركز أكتر اليوم انتو اليوم عمين تركيزكم الأكبر على الأندية على النشأ على منتخب الناشئين على منتخب السيدات على المنتخب الأول فقط عمين تركيزكم اليوم كأكرة قدم نحن بالسياسي اللي عم نوضعها هلأ التركيز الأساسي على يعني الشباب الصغار يعني حتى ما نقول تعابير ما بيفهموها كثيرا الناس منهم مختصين بالرياضة على الصغار لهالسبب طلبنا وفد من الفيفا ساعدنا بوضع استراتيجي لعملنا وكانت هاي أحد أبرز النقاط اللي حكينا نحن بياهم فيها لازم التركيز على الصغار هذا ما أنه بس بكرة القدم بكل رياضة إذا ما بلشنا من النشأ الصغير ما منوصل لنتيجة بدك تبني بدك تبني فهذا هو اللي عم نعتمد عليه ولو ما هيك عم نشتغل وهذا من فترة يعني ما كنا منوصل ل يعني إذا بتلاحظ منتخب لبنان بكرة القدم اليوم فيه أسماء ما يمكن يمكن ما حدا سامع فيهن بس لأنه نحن متابعينهم ومشاغلين عليهم رح نوصل لبعض يمكن سنة سنتين رح تسمعوا بأسماء يمكن تكون أكتر من نصف المنتخب هي أسماء ما كتير الناس بيعرفوهن فهذا هو الشغل اللي عم يتركز عليه ولكن لازم يتركز على كل الجوانب يعني اليوم الأندي كمان جانب أساسي من بناء كرة القدم وللأسف هذا الجانب عم بيكون كتير ضعيف بعضه عنا هون لأنه بده شغل كتير وبده أموال كبيرة لا يتحصل والميزانيات اليوم سيد ميزانيات الفرع جيدة مقبولة ولا قليلة لا قليلة أنا بحس أنها قليلة عم بلك بدأ أموال لتقدر يعني تبني أندي بمستوى على قليلة المحيط العربي اللي موجود عنا حوالينا ما عم نقدر نجاريه عم بحكي حتى الدول الاقتصادية مثلنا ما عم بحكي الدول الغنية يعني مثل أردن مثل سوريا سوريا اشتغلوا على موضوع جرد القدم بشكل ممتاز جدا وشفنا النتيجة كيف حصلت اليوم صار عندهم موضوع الاحترافي للأندي أعلى بكتير من عنا بدك نقل تلفزيون لأنه ساعدهم كتير وقته أيضا ودخلهم أموال بشكل كتير كبير ممكن أحد العوامل رح منتابع معك فإذن رح منتابع نحكي عن الكروسفيتك أنت عم تقليلي أنه الجيوش اليوم صارت عم تعتمد على هذا الموضوع صحيح صحيح بأمريكا الجيش الأمريكاني والحتى البوليس والفايرفايترز كلهم بيعتمدوا هذا النوع السبور بالزيد يوميا بيساعدهم بحياتهم بيساعدهم بكل الأساسي اللي هني الهدف اللي بدون يوصلوا عليه حتى هلأ كمان الدول الأوروبية كمان الجيوش فيها كمان عم يعتبدوا هذا النوع السبور طيب اليوم بلبنان وين فينا نبلش نمارسه في كزاني دي بالحمرة لا بعد بعد ما فيه نحنا نحنا أول جيم أفليات صراحة بلبنان بالكاسليك كروسفيت ناين سيكس وان وإن شاء الله قريبا نحيشفي كمان ببيروت يعني خطوة يعني عالم عم تبلش شوي شوي يجيبوا الأفليات على لبنان بس نحنا أول عالم جبناها ونحنا موجودون هلأ بالكاسليك إن شاء الله خير وهلا حب كمان ذكر شغلي إنه الكروسفيت جيمز رح بتصير رح يكون أول أنونسمنت للجيم هنه خمسة أسابيع رح يكون هارا الخميس الـ Open ولبنان أول مرة بيشارك بهذه الجيمز لا ياخدوا اللقب The fittest man on earth يعني أول شي بيبلشوا كل واحد بيبلدوا بعدين بيتصير القصة قرية وبعدين هي وبعدين بيتصير مع كل الدول هون عمشوف هون إختي حبلة هاي دي أختي بأمريكا هي كروسفيتر كمان حبلة حبلة هون كان بالتاسع صراحة أنه عم تعمل كروسفيت مع كل مع الصفوف مع رفقاتها مثل ما كانت عم تعمله قبل بقي تتابع بكل حبلة تعمل كروسفيت فأذن رح نحكي عنه أكتر وأكتر بالأسابيع القليلة المقبلة شكرا لألك لوسي هل رح نتابع معك رالي قطر رالي قطر هو أول مرحلة من بطولة الشر الأوسط أكيد للراليات شهدت منافسة نجيب هالويكا كبيرة على مراكز الصدارة وبرز فيها أيضا سائق إماراتي وهو خالد القاسمي برز فيها بشكل كبير رغم بعض المشاكل الميكانيكية اللي اتعرض إلى رح نتابعك الحال بيها التقرير إذن الأسماء يلي برزت بيها السيباء انطلعت بطولة الشر الأوسط لراليات لعام 2014 مع رالي قطر الدولة يلي وجه خلاله المتنفسين صعوبات عديدة خاصة من ناحية عدم وضوح المسارات والمشاكل التقنية والميكانيكية المختلفة ومع انطلاء اليوم الأول كان الحظ عم بيعيكس البطل الإماراتي الشيخ خالد القاسمي وملاحه البريطاني كريس باترسون خلال المراحل الستة فاتعرض لثقب بجهة تبريد المحرك بالأمطار الأخيرة من المرحل الخامسة ورغم ذلك تمكن السائر الإماراتي اللي عم يشغل منصب رئيس مجلس إدارة أبوضابي للإستفاءات من التمسك بالمركز الثالث خلف مقوة سيارته أبوضابي سيتروان دي أسري بوقت كان القطري عبد العزيز الكويري عم يتصدر ببراعة كبيرة منافسات اليوم الأول أمام مواطنه البطل المخضرة مناصر العطية الثاني اليوم الثاني من المنفسات كان أفضل بالنسبة للقاصمة وفريقه أبوضابي سيتروان واستهل المراحل بالفوز ليعود ويسجل أزمني متقارب جدا مع السائقين القطريين العطية والكويري هاليوم اللي اتضمن 8 مراحل خاصة لسرعة كان فعلا ممتاز للبطل الإماراتي وبيكفي أنه أحرز المركز الثالث والثاني على التوالي بالمراحل الثالث الأخيرة لينهي السيباء على منصة التتويج بالمركز الثالث رغم كل الصعوبات ومشاكل اليوم الأول الحمد لله رغم الأمور اللي مرت علينا أنك تجي وتخلص في الفوديم أفتكر هذا كان الشيء الوحيد اللي خليني يكون مرتاح فيما عاد الفوز لناصر العطية علامة سيارته الفورد بفرق 30 ثانية عن مواطنه الكويري يلي عادوا أحرز المركز الثاني علامتنا الفورد أيضا إذن صندين روبرتاج حلو كنا عم ننقله ولكن بنفس الوقت بدنا نقول عوال بسلامة مسفر المري أكيد السائل القطري بطل الشر الأوسط بعام 2010 للأسف توفى بعد صراع كبير مع المرض بالنعام 2011 تقريبا لليوم كان سائل القطري وهو ضمن عداد الفريق القطري اللي كان عم يشارك لسنوات طويلة في بطولة الشرق الأوسط وأيضا في بطولة إقليمية ودولية عديدة بالختام سيد بدنا نحكي نحن بيك كلمتان نحن حسينا أنه كان فيه وفاق معين صار من بعد انتخابات اللجنة أولمبية وكان فيه ويئام وانشغلنا بطريقة جيدة جدا فجأة من بعد انتخابات اتحاد كرة السلح حسينا هيك في بعض الصفافات فينا نقول كيف حسيت الجو هو إذا من أنلخص الواقع منقول أنه لو اتحدنا كلنا ما كان صار شي لا قصدي بعدنا الرياضة اللبنانية ضعيفة لو اتحدنا فكيف إذا نفرقين لذلك لازم يكون فيه عمل يشمل الجميع بالرياضة اللبنانية ولا يستثنى أحد إلو دور بالرياضة ها هي الفكرة العامة هلأ أمرار بيصير فيه أشياء بسيطة يمكن شوية زكزكات شوية قصة يعني بتمره بس الشكل العام ما فيه انقسام بالرياضة اللبنانية ها هي الحقيقة يعني البعض قال أنه السيد تدخل في كرة السلة والبعض قال أنه لأ السيد كان موقفه جيد ومثل ما أنت عم بتقول أنه لازم كنا نسفيد من خبرة بيار كاخيا راح سميها بالاسم الموضوع أنا أول شي إذا صار تسمي التدخل تسمي غلط لأنه أنا إنسان بشتغل بالعمل الرياضي وأنا نائب رئيس لجني أولمبية وبشتغل بهذا المجال عملي طبيعي بالرياضة أولا ولكن تحديدا باتحاد كرة السلة ما إلي أي دور ما عندي أصلا صلات مع الأندي نهائيا هلا ممكن بعض الأصحاب بيترفنوا لي بيحكوا لي موني معينة لا لا هني بيحكوني بيحطوني بأجواء معينة ممكن ولكن تدخل بمعنى موني على أحد الأندي اللي يصوت باتجاه معين ما عندي ولا صلة كان ولكن كان في بعض الأعلام يحاول يصور أنه أنا لأ عم بتدخل وكذا أوكي بيقولوا صيد غنى ولا صيد فقر وكيف هي علاقة اليوم مع أستاذ جون هميم رئيسة جون أولمبية لا بتحديد أن التدخل كانت خيلة دائما كانت إيجابية والأستاذ جون هو صديق وخي اللي هو بيعرف هذا الشيء وعاشك متلق لرياضة اللي من والحقيقة يعني فيه كتير أشياء بتجمعنا مع بعض هلأ بيمرق له مثل نقول أنه غايمة صيف ما بتغير بجوهر المواضيع وبوجه له تحية من برنامجاك لأنه الحقيقة طاقة رياضية والشخص عزيز عليه الأستاذ جون هميم نحن بدأ نشكرك سيد وأكيد التواصل مستمر مش بس بلجنة التحكيم بالاتحاد وفي خطة عمر رح نعملها سواء إذا أراد بالأسابيع القليلة نشكرك نشكرك سندرين جوارج ما قدرنا حكينا كتير فوتبول ولكن من نقول مبروك لأتلقى الريال مدريسة الأول لهلأ بعد سقوط الباصل بالإسباني بالدور البقية كل الأمور ماشي بشكل عالي إذا فينا نقول مبروك للرياضة الجديدة وإن شاء الله نقدر نتبعها بشكل أفضل بالأسابيع القليل للمقبل شكرا لإلك وشكرا لجميع المشاهدين الملتقى بكرة إذا أراد بنشراتنا الإخبارية مع سندرين جمرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة